في عام الفيل طيب عام الفيل متى كان؟ هذا الجواب الذي أحتاجه اليوم قالوا الثاني عشر من شهر ربيع الأول من العام القمري ليس هجريا لأنه لم تكن هناك الهجرة بعد لكن في تاريخ معين من ثلاثة أرقام هو ما أحتاج أن أنظر إلى صفحتنا عبر فيسبوك الآن وأتأمل في تعليقات السادة المشاهدين الذين يتابعون عبر البث المباشر أو عبر هذا البوست الذي وضعناه فوجدنا أسماء كثيرة وتعليقات جليلة هذه التعليقات الجليلة الجميلة تنبئ عن معرفة رسول الله فالناس يحبون رسول الله ويعرفونه فعندما عرفوا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علموا متى ولد فجل الأجوبة صحيحة تكاد تكون 97% صحيحة لأنه ولد روح له الفداء في الثاني عشر من ربيع الأول وقيل هنا عند الأصوليين في أزهرنا الشريف معنى التضعيف يعني هناك قول آخر يقول أنه في التاسع من ربيع الأول لكن الذي عليه الإجمع هو الثاني عشر من ربيع الأول الثاني عشر من ربيع الأول كان في عام 571 لميلاد سيدنا المسيح عليه السلام وكان بالتاريخ الميلادي لأنه لم يكن هناك تاريخا هجريا إنما يوجد تاريخ عند العرب كانوا يعرفونه بالتاريخ القمري هو الأشهر التي نتحدث عنها ربيع الأول وربيع الثاني وجمادة ورجب الذين كانوا فيه واذ الحجة ورمضان هذه الأشهر كانت معلومة ومعروفة عند العرب هذه التواريخ المباركة إذن ولد روح له الفداء في الثاني عشر من ربيع الأول عام 571 لميلاد سيدنا المسيح عليه السلام متى في أي لحظة قبيل الفجر قبل الفجر بقليل كان بزوغ نوره الشريف لهذه الدنيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وضعته أمه ساجدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من التعليقات التي حقيقة أثرت في قلبي كثيرا أخينا المدثر عبد الوهاب من مصر جزاك الله خيرا وكذلك تعليق أعجبني جدا من الأستاذ صالح شيخي وكأنه من بلاد السودان المباركة أسأل الله سبحانه وتعالى ومعنا أيضا روان يحيا من الإسكندرية حفظها الله وبارك فيها وكم يعجبني أن برنامجنا تجاوز المحلية من محافظات مصر المباركة إلى العربية ومنها إلى الدولية وإن شاء الله للعالمية منها سيدي بلكبير عباسي من ولاية إدرار من الجزائر وكذلك سيدي عباس علي من مدينة عين صالح أو ولاية عين صالح من الجزائر له تعليق مبارك جدا وأحسنت فيما قلت أوراق التوت من مدينة الدمام من المملكة العربية السعودية وإسماعيل باجنيد من أصول أهل اليمن المباركين عيسى صالح البرغوثي من ليبيا وجؤنة العطار من مدينة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيضا من التعليقات التي شدت ولفتت انتباهي حساب بعنوان نور المدينة من المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم أختنا أيضا لينا الشعار من دمشق ومحمد فروج من دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا مونيا من تونس ووسام بن يحيا الجزائر لا أدري وسام ذكر أم أنت لك مني أو لك مني كل التحية والاحترام والتقدير علي حسن من سوريا كذلك راوية الزهراء من الجزائر وأحمد سعد من نيجيريا وريضا يونس من باريس وحمزة من اسطنبول وأخ كريم عزيز أخ كريم عزيز كتب كلمات حركت قلبي ووجداني لك مني كل التحية والاحترام والتقدير من بلاد المليون ونصف مليون شهيد الأستاذ سيف شرقي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وأن يحفظك وأن يرعاك وأن يحميك ولكل من كتب وتابع وسطر بيمينه وكتب لنا هذه الأجوبة الآن أتحول إلى سادة المستمعين والمشاهدين وأتلقى أول اتصال لأخي محمد أهلا وسهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا سيدك يا شيخ يا مرحبا أستاذ محمد أجاوب على السؤال ياريت أهلا وسهلا متى ولد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سنة 571 ميلادية في 571 ميلادية أحسنت جزاك الله خير منين يا سيد محمد أنا من بنها من بنها من مصر البحروصة حفظك الله وبرك فيك رب يعطيك الصحة ولا في جزاك الله وعنا خير الجزاء الله سبحانه وتعالى يجعل لنا في كل لحظة نتحدث فيها عن رسول الله بسمة معي بسمة أهلا وسهلا ومرحبا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أستاذ بسمة تفضلي أهلا وسهلا 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 وولد 12 عام فيه بسمة من أين يا بسمة من جنة من جنة سيد عبد الرحيم القناء بلاد مباركة ما شاء الله سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متى ولد يا بسمة يوم 12 عام في ربيع الأول ربيع الأول في الثاني عشر من ربيع الأول عامل في جزاك الله خيرا بارك الله فيك ورسم البسمة على قلبك ومحياك في كل وقت وفي كل حين